دعني أخذك الآن إلى القرآن الكريم أين وضع الله سورة النحل رقمها 16 في ترتيب سور القرآن يا الله شيء مذهل يعني عندما تتأمل هذه العجائب ترى يعني شيء تقشعر له الأبدان سبحان الله كل ما في هذه السورة يقوم على العدد 16 عجيب بشكل كامل سبحان منزل ذكري قل الحكيم القادر سبحان منزل ذكري قل الحكيم القادر هذا الكتاب النير بالنور هل يبشر آياته فيها الهدى أين المعاند ينظر والروح يقرأ وحيه في كل عصر يبهر وخاتم الكتب التي من عند ربك بشر سبحان منزل ذكري قل الحكيم القادر سبحان منزل ذكري قل الحكيم القادر جل الحكيم القادر أهلا ومرحبا بكم مع لقائكم المتجدد وبرنامج أنزله بعلمه تعجب كل العجب عندما تجد المعترضين يرون في القرآن الكريم قوانين عن الأسرة ويأخذون بها قوانين عن الحرب والسلم ويأخذون بها قوانين عن الميراث وحسابات الإرث وما للورثة بدقة حسابية عظيمة ويأخذون بها وقوانين في الاقتصاد وقوانين في التعامل في التجارة والمعاملات قوانين في شتى المجالات فإذا جاءوا إلى قوانين وحقائق علمي احتواها القرآن قالوا نفتعد عن تفسير الآيات تفسيرا علميا ويعترضون على الإعجاز العلمي وفي هذا اللقاء نوجه سؤالنا بداية كل حلقة مع عالمنا الجليل والباحث الكبير الدكتور عبد الدائم الكحيل نرحب بكم في هذه الحلقة الجميلة والجليلة بارك الله وبكم سؤالنا دكتور يعني في البداية يعني كيف نرد على هؤلاء الذين يأخذون بما في القرآن من قوانين عديدة في شتى المجالات أما ما يتعلق بقوانين العلم والكون والطبيعة وما فيه من أمور فيها أجاز يعترضون عليها بماذا نرد على هؤلاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد والنبيل أمي وعلى آله وأصحابي وسلم تسليما كثيرا الحقيقة يعني والله إن الذي لا يتذوق حلاوة الإعجاز يعني لا يتذوق طعم الحياة أصلا محروم يعني أنت عندما تعيش مع هذه الحقائق وتستمتع بها لذة لذة هناك لذة حلاوة الإيمان التي فقدها الكثيرون اليوم نعم بسبب بعدهم عن إعجاز هذا القرآن صحيح أنا سأرد دائما من خلال الأمثلة أنا اسمح لي دائما أنا رجل عملي وأحب أن يعني درسنا من خلال الهندسة في دراستنا القديمة جميل أن الناحية العملية مهمة جدا خير دليل والتطبيقية خير دليل أما الكلام يقول من شاء فيما شاء صحيح هذا كلام يعني صحيح لدينا الله تعالى يقول ألا له الخلق والأمر أيها تبارك الله رب العالمين سبحانه جل في أعلى والله تعالى الذي أنزل هذا القرآن خلق الأكوان وخلق الإنسان جميل وبالتالي أنت عندما تجد تطابقا كاملا بين الكون وبين القرآن يعني الله ماذا طلب مننا قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا هذه الآية الأولى في سورة النساء الآية الثانية صحيح أفلا يتدبرون القرآن انظر التأكيد أم على قلوب أقفالها الله أكبر إذن أنت تتدبر لتخرج بنتيجة أن القرآن ليس فيه اختلافات أو تناقضات أيوة وإذا لم تتدبر فأنت مقفل القلب يا الله النتيجة كل من لا يتدبر القرآن فهو مقفل القلب ليس لم يقل يحفظ لأن الحفظ الأطفال يحفظون القرآن نعم تدبر لم يقل يقرأ بل قال يتدبرون التدبر الإعجاز العلمي هو نوع من أنواع التدبر للآيات الكونية في القرآن الكريم على ضوء العلم الحديث بلا خلاف نعم لذلك بعض الملحدين انتقد آيات القرآن وقال أين الجديد أو أين هذا التطابق بين كلام ربكم سبحانه وتعالى وبين الكون جميل يعني أحدهم قال أعطني أي ظاهر أو اكتشاف علمي أنا أراه بلغة الأرقام في عالم الخلق مثلا وأعطني صدى هذا العلم في كتاب الذي تدعون أنه كلام الله سبحان الله توجهت مباشرة إلى مخلوق عجيب هو النحل النحل عالم النحل مخلوق الله من أعجب المخلوقات على فكرة دماغ النحلة قياسا لحجمها غير مناسب للعمليات التي تقوم بها لذلك قالوا لابد من وجود برامج مخزنة مسبقا الله في دماغ النحلة تساعدها على صنع هذا العسل النحلة نعم لها أعين مركبة تتألف من مئات العدسات أو المئات الكاميرات الرقمية ما هو أكبر التي ترى بالتصوير البطيء تتفوق على الإنسان يا الله هذه النحلة آلية الطيران لديها عجيبة جدا لديها آلية في الإقلاع والهبوط لا يستطيع البشر أن يقلدوها أبدا الله أكبر محسوبة كل حركة من حركة جناحيها بدقة جناح النحلة يرف مئات الرفات في الثانية الواحدة ليس في الدقيقة مئات في الثانية تصور هذه الطاقة الهائلة طيب الاكتشاف الحديث أن عالم النحل يميزه عدد الكروموزومات نحن نعلم أن المخلوقات لكل مخلوق عدد من الصبغيات الموجودة في أعماق كل خلية من خلايا الكائن في النوية داخل النواة يسمى DNA أو الشريط الوراثي عدد هذه الشرائط في الإنسان 23 زوجا 23 زوجا نعم في مخلوقات أخرى أكثر أو أقل في عالم النحل كم عددها؟ كم دكتور 16 سبحان الله 16 زوج في الأنثى وفي الذكر 16 فرد فرد لماذا؟ لأن الذكر يأتي نتيجة عملية تسمى التكاثر العذري آه يعني البويضة الملقحة تنتج أنثى البويضة غير الملقحة تنتج ذكرا سبحان الله فيأتي عدد الصبغيات هنا نصف يعني هنا 16 هناك 32 ولكن هم 16 زوجا آه وهنا 16 فرد فرد فقط سبحان الله تمام؟ سبحان الله هذه حقيقة يقينية معروفة جدا علمي طيب دعني أخذك الآن إلى القرآن الكريم أين وضع الله سورة النحل رقمها 16 في ترتيب السور في ترتيب سور القرآن يا الله شيء مذهل يعني عندما تتأمل هذه العجائب ترى يعني شيء تقشعر له الأبدان سبحان الله كل ما في هذه السورة يقوم على العدد 16 عجيب بشكل كامل كيف يا دكتور وبشكل يعني لا يمكن أن يجحده أحد طيب دعني أرى معك هذه العجائب الرقمية الله أكبر بلغة الأرقام جميل أولا الرقم المميز لعالم النحل هو كم؟ رقم 16 16 وهو عدد الكروزومات طبعا تحوي أنثى النحل كل خلية من خلايا أنثى النحل من جسدها تحوي 16 زوجة من الكروزومات بينما خلية ذكر النحل تحوي 16 كروزوم فردي جميل إذن نحن لدينا الرقم 16 مميز هو الذي يعطي الصفات الوراثية للنحل هو هو الذي يجعل النحل نحلا لا إله إله مثل الإنسان الذي يجعله إنسانا هذه الصبغيات التي عددها 23 سبحانك يا رب طيب الآن سأخذك إلى مزيد من العجائب معك لترى الدقة معك كل انتباهي دخول لدينا آية في القرآن هي آية النحل نعم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون جميل هذه الآية عدد كلماتها 16 يا الله انظر عدد كلماتها 16 16 كلمة يستطيع من يشاء أن يعد والآية موجودة في القرآن والصورة رقم 16 والصورة رقم 16 ينتبه مع المجاه نعم جميل كم عدد الحروف الأبجدية التي تألفت منها هذه الآية تحديدا عدد الحروف الأبجدية من عدد الحروف الأبجدية نعم يعني الله تعالى عندما ركب النحل هذا الكائن كم كروموزوم اختار له 16 وعندما تحدث عنه في القرآن في آية وحيدة لا يوجد غيرها النحل ذكرت فقط في هذه الآية فقط هذه برضو بادرة قطيرة استخدم الله 16 حرفا من حروف اللغة العربية يا الله حروف اللغة العربية 28 سبحان الله استخدم فيها حرف اللواو الألف الحا اليا الرا البا الكاف اللام النون التا الخا الذا الميم الجيم الشين العين كم واحد عد 16 وتستطيع أخي المشاهد أن تستخدم برنامج الإحصاء على الموقع الدكتور كحيل هتلاقي بنفس الترتيب ونفس الأقام القاسر تماما نعم إذن أنا لدي الآن أصبح تطابق مذهل بين عالم النحل كمخلوقات وبين ماذا سورة النحل وبين سورة النحل يعني الله تعالى عندما خلق هذا الكائن بناه على الرقم 16 وعندما أراد أن ينزل سورة يسميها سورة النحل جعلها في الرقم 16 في ترتيب سور القرآن يعجز عنها البشر لا يمكن لا يمكن أبدا عجيب وآية النحل اختار لها 16 حرفا ليبني منها آية تحدث عن النحل كما اختار 16 كروموزوم ليبني منه كائن اسمه النحل وهي الآية الوحيدة في القرآن وحيدة في القرآن لا يوجد غيرها سبحان الله إله مع الله فأنا الآن طبعا هناك مزيد من العجائب ولكن أنا دعني قليلا أتأمل كيف جاء هذا التطابق هل هو بالمصادفة أم هو يعني يشهد أن الله أنزله بعلمه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن عدد الكروموزومات الخاصة بالنحل هو 16 ليقول لك أن هذه السورة يجب أن توضع تحت الرقم 16 سبحان الله حتى لو أخذنا لوحة تالية سترى أيضا مزيدنا العجائب أكثر من ذلك دكتور بكثير بكثير سبحان الله انظر معي عبارة وأوحى ربك إلى النحل تتألف من 16 حرفا 16 حرفا وأوحى ربك إلى النحل 16 حرفا انظر عد أنا أتمنى أن تعد يعني واو واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة الكلمة الأولى ربك ثلاثة انظر وأوحى ربك ثمانية إلى النحل ثمانية أيضا مقسومة قسمين انظر التوازن عجيب عجيب ثمانية بثمانية 16 عجيب انظر هذا التوازن طيب بالله عليك هل يمكن أن نقول إن هذا مصادفة هذا ليس إعجاز الذي أنزل المطر بقدره أنزل القرآن بعلمه فصدق من قال أنزله سبحان الله كذلك عدد آيات سورة النحل من مضاعفات لعدد 16 عجيب دي يا دكتور عدد الآيات ليس على مستوى الحروف والترتيب عدد آيات سورة النحل 128 آية 16 مضروب في ثمانية رقم ثمانية رأيناه ثمانية وثمانية الله أكبر الله أكبر محدد ليس 16 في 7 في ثمانية سبحانك يا رب سبحان الله سبحان الله يعني أمام هذه الآيات العظيمة والمعجزات الباهرة يتبين لنا عزيز المشاهد أنها حقيقة هي أنك بين يديك كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد صدق الله العظيم أنزله أنزله بعلمه نعم أحبة الكرام لقد حوى القرآن علوم الأولين والآخرين قال العلماء إن القرآن قد وضع الله فيه تبارك وتعالى وخط فيه منتهى ما يصل إليه علم البشر إلى قيام الساعة فكما صخر الله عز وجل لسليمان الريح وجعلها تجري بأمره حيث يشاء فيها إشارة ربانية أن كل من أخذ بأسباب العلم وكل من توكل على الله وكان من العباد الطائعين لله مع الأخذ بأسباب العلم لاستطاع في يوم من الأيام أن يتمكن من الهواء والريح ويصنع ما يقال عنه الطائرة يجمع الإنسان بين الطقوة وبين العلم سيصل وهذا منهج حلقتنا عندما نتكلم عن القرآن الذي نزل من 1400 سنة كيف أنه تجتمع حقائق ثابتة في الكون مع ما قاله القرآن 1400 سنة في عجائب تجعل الإنسان يقف أمامها خاضعا خاشعا ونستكمل هذه الرحلة الإيمانية مع دكتورنا عبد الدائم كحيل ونريد أن نستمتع معك يا دكتور إذن رأينا أن عدد كروموزوات في عالم النحل التي تحدد هذا الكائن 16 ورقم سورة النحل 16 وعدد الآية التي تحدثت عن النحل تتألف من 16 كلمة وتركبت من 16 حرف أبجدي أو ألف بائد سبحان الله وعدد آيات سورة النحل 128 دعني أرى معك عدد الآيات عدد آيات سورة النحل 128 آية سبحان الله 16 مضروبا في ثمانية انظر عدد كلمات سورة النحل 2080 كلمة يساوي 16 مضروب ب130 أيضا كل من مضاعفات الرقم 6 سبحان الله يعني شيء عجيب حتى ترتيب الكلمات يعني انظر عدد كلمات السورة مضاعفات الرقم 16 تمام نعم موقع آية النحل في هذه السورة لها موقع على مستوى السورة أيوة يتعلق بالعدد 16 أيضا كيف دكتور كلمة النحل وضعت ضمن هذه الألفين وثمانين كلمة تصور أنت لديك ألفين وثمانين مثلا سورة تتألف من ألفين وثمانين كلمة مضاعفات عدد 16 جميل وتريد أن تضع كلمة النحل في موقع معجز يتعلق بالعدد 16 أين تضعها؟ طبعا لا تستطيع هذا كلام الله نعم سأقول لك أين وضعها الله نعم وحتى الكلمة التي تسبق كلمة النحل 992 كلمة 16 مضروف في 62 لا إله إلا الله الله وضع هذه الكلمة بعد عدد من الكلمات من مضاعفات العدد 16 ووضع هذه الكلمة بعدها شو هذا الترتيب العجيب والله ثم اللوحة التالية تخبرك أن عدد الكلمات من كلمة النحل أيوة إلى آخر سورة النحل أيضا من مضاعفات العدد 16 يمكن أن نرى اللوحة التي بعدها نفس النظام تماما إذن عدد الكلمات من كلمة النحل وحتى آخر سورة النحل يساوي 1088 يساوي 16 مضروف ب68 ما هو العدد 68 هل هو عبثا أم له دلالة؟ إنه رقم آية النحل لا إله إلا الله والله إن الإنسان المنصف تكفيه هذه المعجزة ليؤمن ليشهد أنه لا إله إلا الله فكيف بأناس يجحدون هذا الكتاب العظيم وللأسف بعض المسلمين يقولون لا يوجد إعجاز رقمي في القرآن ما هذا إذن الذي نراه أمامنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله إله إلا الله مع النبي صلى الله عليه وسلم أحبة الكرام الذي أنزل عليه هذا الكلام لم يخط بيمينه ولم يكتب يوما ومع ذلك آيات فيها أجاز احنا بنتكلم في فرع بسيط جدا ولكنه عميق المعنى وهو الإعجاز الرقمي هل يمكن لمخلوق على وجه الأرض ده حسبات ألية يعني أربما تعجز عن أن تضع هذا الترتيب ولكن حسابات الله فوق كل حسابات لأنه الذي يعلم السر وأخفى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وجل في علاه لا يعزب عن علمه مثقال زرة في السماوات ولا في الأرض وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله صدق الله العظيم سبحانه وجبرين يقرأ كرر قد أحكمت آياته بالخير فعض وبشرا ختم الجمال بعطره والله أوحى وصورا فاتم الجمال بعطره والله أوحى وصورا